تمكنت قوات انفاذ القانون بالجيش الثالث الميداني من تدمير عربة ربع نقل وخمس دراجات نارية وعبوتين ناسفتين خاصة بالعناصر الارهابية بوسط سيناء بالاضافة الى عدد كبير من الاوكار التي تستخدمها العناصر الارهابية للاختباء وتخزين الاحتياجات الادارية والمواد التي تستخدم في تصنيع العبوات الناسفة ذكر بيان للمتحدث العسكري انه تم ضبط كمية من المواد المخدرة على احد المعابر المؤدية الى وسط سيناء هذا وتوصل قوات الجيش الثالث الميداني جهودها للقضاء على العناصر التكفرية والاجرامية بوسط سيناء